مشكوراً السيد الوزير وعد أنه هيبدأ في إدارة حوار مجتمعي وحيتحور مع نقابة المعلمين والمجلس الأعلى لأولياء الأمور وخبراء التعليم وده كان طلب اللجنة وأنا بشكره أنه استجاب للطلب مبارح في الاجتماع والمفروض المفترض أنه هيعمل الحاجات دي لأنها في غرية الأهمية وأنا متأكد أنه لو اجتمع بالمدرسين حاجات كتير هتتغير ليه؟ المدرس هو العامل الأساسي للنجاح هذه المنظومة لما تقعد مع المعلمين هتعرف أنه الناس مع نوياتهم منخفضة جدا عشان مرتبات وعشان عشان حاجات كتير منها أنه هم النهاردة بالفعل أقل مرتب في الدولة وحكاية التدريب أنا قلت لهم في تدريب كذا الأغلبية الصاحقة مش عايزة أقول إجماع قالوا التدريب ورقي ووهمي يعني إيه؟ يعني التدريب مش حقيقي اللي تدربوه ونقيب المعلمين أنا سألت نقيب المعلمين الكلام اللي بيقولوا ده صح قال لي أصح وخد الميكروفون ووقف وقال أنه هو بلغ وزارة التربية والتعليم بذلك قلت له لأ أنا عايز ورقة من حضرتك تبعتها لي كلاجنة تعليم لأنه في التسلسل بتاع الخطة أنه الحلم كذا هندرب عدد كذا علشان بعد ما يتدربوا حيعملوا كذا هم اللي هيعلموا للولئة فإذا كان التدريب ده نقص ورقي كل ما بعده انتهى حينهار ودي اللي مبارح لما أنا قررتها مع الوزير زعل وكان عايز يمشي وبعدين تفهم لكن ده واقع أنا ما قدرش نكيره يوسف أنا عايز الفيديو أنا عايز الفيديو اللي فيه اللحظة أنه الوزير كان عايز يمشي مبارح اللي عرضناه من شوية لو سمحت أنا قلت للوزير حضرتك ما تزعلش مني حضرتك تحاور مع المعلمون ونقابتهم اللي بلغوني بذلك حقيقة قلت له وهمي قلت له اللفظ ده ده بناء على ده اللفظ اللي قاله للمعلمين ورقي ووهم فحقيقة قلت له قلت له كده فزعل مننا